أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم عهدهم رأوا والذين هم على سلواتهم يحافظون أولئكم الوالسون الذين يرسون الفرد وصنفيا خالدون ولقد خلقنا اليسان من سلالة مئتين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة على كدا فخلقنا العلقة مزجدا فخلقنا المزجة عظاما فقسونا العظام الأحما ثم أشأنا وخلقنا أخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يا ملك يا ميتوا بعسون ولقد خلقنا فوقكم سبع ترائك وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكرناه في الأرض وإنا على ذهب به لقادرون فأنشأنا لكم بجنة من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كسيرة ومنها تأكلون وشجلتنا تخرج من تورسين تنبضوا بالدون وسبق للأكل وإن لكم في الأنعام لإبرة نسقيكم إما في بطونها ولكم فيها منافع وسيلة ومنها تأكلون وعليا وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تبتكون فقال الملع الذي نغفر من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفزل عليكم ولو شاء الله لازل بلايكة ما سمعنا بها ذا فيها بايا الأول إن وإلا رجل بجنة فتربسوا بها تاحين قال رب يسني ما كذبون فوحينا إليها نسنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمر عفارة النوم فاسلق في يامي كل زوجين اسني وهلك إلا ما سمك عليه القول منهم ولا تخاتبني في الذين ظلموا إنهم نوركم فإذا استمعتنا تاما معك للفلك فاكل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي عزيزي موزلا مباركا واتخير الموزلين إن في ذلك الآيات وهي كنا المبتلين ثم عشانا من بعدهم كرنا الآخرين فأرسلنا فيهم نسونا منهم ونعبدوا الله ما لكم من ذلال غير وفلا تتقون وقال الملوم يقوم الذين كفروا وكذبوا بلك وإلى آخرة وترفنا في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكلوا مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون ولين طعتم بشرا مثلكم إن لكم إذا نخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتوا أكونتم ضرابا وإذا أمنى أنكم مخرجون هيا ها تهياة لما توعدون إنه إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيى ما نحن بمبعوثين إنه إلا رجل افتر على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال ربي أسني بما كذبون قال أما قليل لا يصبحون ناذمين فأخذتهم السيحة بالحق فجعلنا موسى الفبعدا للكام الظالمين ثم شعنا من بعدهم قرون الآخرين ما تسبك من أمة نجلها وما يستخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فاتبعنا بعدهم بعدا وجعلناهم أحدين فبعدا لكام لا يؤمنون ثم أرسل موسى وخوارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئين فاستكبروا وكانوا كوما عليم فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وكوموا ما لنا عابدون فكذبوهم فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى القتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه ويتواويناهما إلى ربوتنا ذات كرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا لني بما تعملون عليهم فإن هذه أمتكم أمة واحدة ونربهم فاتقون فتكتعوا ومرهم بينهم زبرا كل حزبهم لما لديهم فرحون فزرهم في غمرتهم حتى حين أيحسنون أن ما نمدهم به من مال وبن نسارع لهم في الخيرات من لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ماتا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات من لها سبقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ياتق بالحق لهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك أم لها عاملون حتى إذا أخذنا مطافين بالعداب إذا هم يجعرون لا تجعروا اليوم إنهم إنا لا تنسرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكوتم على آقابكم تنكسون مستكبرين به سامر تهجرون أفلم يتبروا القول أم جاءهما لم يأتي أباهم الأولين أم لم يعرفوا رسولا فهم له ننكرون أم يقولون بجنة وبلجا بالحق أكثر للحق كارئون ولب اتبع الحق وهو أهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن بل لديناهم بذكرهم فهم ذكرهم معدون أم تسألهم خرجا فخراجوا لبي خير وهو خير رازقين وإنك لتدعوهم إلى سراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن السراط الناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من زر لنجوا في طيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعداب فما استكانوا لربهم ما يتدرعون حتى إذا فتحنا رمبا ماذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشى لكم السماوات والأبصار والنفدة غليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ولا اغتلاف الليل والنهار فلا تعكلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا بدنا وكنا ترابوا وإذا من أهدنا لمباصون لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل وإذا إلا ساتر النولين كل من الأرض وما فيها يكونتم تعلمون سيقولون لله كل فلا تذكرون قلنا رب السماوات السمع ورب الأرش العظيم سيقولون لله كل فلا تتقون كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجين ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله كل فأنا تسحرون بل لتينا بالحق وإنهم لكادمون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ذا الذي ذهب كل إله مما خلق ولا على بعدها لا بعد سبحان الله عما يسفون عالم الغيب والشهادة فتعلم ما يشركون كن ربي إما تريا لما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على النور كما نعدهم لقادرون ادفع بالتي أحسن سيئة نحن أعلم بما يسفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياتين وأعوذ بك ربي أن يحذرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعملوا صالحا فيما تركت كلام إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخون إلى يوم يبعزون فإذا نفعوا في السور فلا ساب بينهم يوميدي ولا يتسالون فمن سقلت موازين فأولاكم المفلحون ومن خفض موازين فأولاكم الذين خسروا أنفسا في جهنم خالدون تلفح وجوههم النارهم فيها كالحون ألم تكن آيات تطلع لكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا ولبتع لنا شكوتنا وكنا كما ظالمين ربنا خرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا أمنا فوفلنا وارحمنا واتخير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أساكم ذكري وكنتم منهم تذحكون إني جذيتم اليوم بما سمروا أنهم هم الفائزون قال كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبسنا يوما أو بعد يومنا فاسأل العادين قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم أباسا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله لأنه خلالا بنهان له به فإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وكن رب يغفر وارحمنا تخير الرحيمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طعفة من المؤمنين الزاني لا ينقح إلا زانية نوم شركة والزانية لا ينقح إلا زار نوم شرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهد فاجلدهم سماء جلدة ولا تقبلوا لم شهدت أبدا فأولئك ملفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واسلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون سواجا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحد مربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامس أدو أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرعوا أن هل عذابا تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامس أدو أن غذب الله عليه كان من الصادقين ولولا فازل الله عليكم رحمته أن الله طواب حكيم إن الذين جاءوا بالأفك عسبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم اكتسب من الإسم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذا سمعتموا هدن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا أدعفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولا كاد الله الكاذبون ولولا فازل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآحرة لمسكم فيما فزتم فيه عذاب عظيم استلكونه بأنسنته وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذا سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا مهدان عظيم يعيدكم الله وتعودوا لمسله أبدا يكونتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون تشيى الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب مليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله رعوص رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خدوات الشيطان ومن يتبع خدوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمؤكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولا الله سميع عليم ولا يأتنون الفضل منكم الساعة أن يؤتوا للكربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو واليسفى ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله وفور رحيم إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم أيدهم أرجلهم مما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين الخبيسات للخبيسين والخبيسون للخبيسان والطيبات للطيبين والطيبون للطيبان أولئك يبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلهم ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وإن أكيل لكم أرجعوا فارجعوا أزقى لكم والله بما تعملون عليهم ليس عليكم جناحنا تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون كل المؤمنين يغزوا من أبصارهم ويحفزوا فروجا ذلك أزقى لهم إن الله خبير مما يسنعون فكل المؤمنات يغزون من أبصارهم ويحفزن فروجهم ولا يبتن زينتهم إلا ما ظهر منهم وليزربن بخمرهم على جيوبهم ولا يبتن زينتهم إلا لبعلتهم أو أبائهم أو أبائي بعلتهم أو أبنائهم أو أبنائي بعلتهم أو أخوانهم أو بني أخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما بلغت أيمانهم فبالتابعين غير وللربة من الرجال أو التفل الذين لم يظهروا على أوراة النساء ولا يذربن بأرجل إن ليعلموا ما يخفين من زينتهم واتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحوهم فأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقرا يؤنيموا الله من فضلهم والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون أن كان حتى يؤنيموا من فضلهم والذين يبتغون الكتاب مما ملكتهم عنكم فكاتبوا من علمتم فيهم خير واتهم مما لله الذي أتاكم فلا تقرئوا فتياتكم على المغاءين ردنا تحسنا لتبتغوا رد الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات المبينات ومسألا من الذين خلوا من قبلكم موعزة للمتاكين الله نور السماوات والذي مسأل نوري كمشكا في مسباح المسباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب تري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شركية ولا غربي يكاد زيتها يذيء ولو لم تمسسنا نور على نور ذهد الله لنوره من يشاء ويدرب الله لمسأل للناس والله بكل شيء عليم في بيوت النادي الله ترفع ويذكر فيها اسمه يسبع له فيها بالغدو والأسال رجال لا تلهيهم دجارة ولا بينا ذكر الله وإقام السلاة وإيتاء الزكاة يخافون يا ما تتكلب فيه الكلوب والأبصال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا يسيدهم يا فزلي والله يرزق من يشاء بغير هساب والذين كفروا أعمال كسراب بغياد يحسبوا زمان ما حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله يده فوفوا حسابا والله سريه الحساب أو كذلمات في بحر اللجي يغشاه موجم من فوق موجم من فوق سام ظلمات بعدها فوق بعه إذا أخرج يده لم يكد يره من لم يجعل الله لولورا فما له من نور ألم ترى أن الله يسبح لهما في السماوات والأرض والطير صفا كله قد علم سلاة وتسبحه الله وعليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله النصير ألم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فتر الودغ يخرج من خلاله وينزل من السماء من جباله فيه من برده فيسيب به من يشاء ويسرف عن من يشاء ويكاد سنبرك يذهب بالنبصار يكلب الله الليل والنهارين في ذلك العبرة لأولي النبصار والله خلق كل دابة من من فمنهم من يمشي على بدنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أزل آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى سرط مستقيم ويقولون آمن بالله وبالرسول واتعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولاك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إن فريق منهم مرض فإن يكون له الحق يأتوا إليه متعينين أفي قلوبهم مرض مرتاب وهم يخافون يحيف الله عليه ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان كول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم من يقولوا سمعنا وأعطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يتع الله ورسوله ويخشى الله يتقف أولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهد إيمانهم لإن مرتب لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إلا الله خبير مما تعملون قل تي الله واتي الرسول فيتولوا فإنما عليما حملوا عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا ما على الرسول إلا البلاه المبين وعطى الله للذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الغرض وما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لديهم الذي ارتدى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوف منهم يعبدون للا يشركون بي شيئا وما كفر بعد ذلك فأولئك ملفاسكون واقيموا السلاة واتوا الزكاة وعطي الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الغرض ومأواهم النار ولا بئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ديمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم سلاس مرات من قبل سلاة الفجر وحين تذعون سيابكم من الظهيرة ومن بعد سلاة العشام سلاس أورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناهم بعدهم توافون عليكم بعدكم على بعد وكذلك يبين الله لكم الآيات والله عليهم حكيم وإذا بلغوا الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آيات والله عليهم حكيم والكواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يدعن سيابهم غير متبرجات بدين وإن يستعففنا خير لهم والله سميع عليهم ليس على اللعب حرج ولا على اللعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على نفسكم ما تأكل من بيوتكم أو بيوت أباكم أو بيوت يمهاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخباتكم وبيوت أعمامكم وبيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم وبيوت خالاتكم أو ما ملقتم فاتحا وصديقكم ليس عليكم جناح لا تأكلوا جميعا واشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على نفسكم تحية من عيد الله وبركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعكلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه ولهم الجامعين لم يذابوا حتى يستأذنون إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لما شئت منهم استغفر لهم الله إن الله فور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كتوى بعدكم بعضا وذيعلموا الله الذين يتسللون منكم لغازا فالأحزر الذين يخالفون النمر أن تسيبهم فدنة ويسيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض كد يعلم أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بمعملوا الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره دكديرا واتخذوا من يدوني آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لآفسهم لر ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفرنا ذا إلا إفك افتراه وأعانه عليكم آخر فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساتير الأولين اكتتبا فهي تملع لي مكرة وازيلا قل لا نزل الذي علم السر في السماوات والذينه كان يفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل التعم ويمشي في الأسواق لو لا نزل إليه ملك فيكون معه نزيرا أو يلقى إليه كنز نودقول له جنة يأكل منها وقال الظالمون تتبعون إلا رجلا مسحورا ونذر كيف ذربوا لك الأمساء فذلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي انشاء جعل لك خيرا لذلك جنة تجري من تحتها الأنان ويجعل لك قسورا بل كذبوا بالساعة ما تذنى لما كذبوا بالساعة سعيرا إذا أراتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا زيقا مكررا لندعونا لك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا ودعوا سبورا كسيرا كل ذلك خيرنا جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرا لهم فيها ما يشاء خالد كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم ما يعبدون من دون الله فقولوا أنتم اذللتم عبادي هؤلاء يمهم ذلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتحد من دونك من أولياء ولكن متعتهم أباء حتى نسوا الذكر فكانوا قوما بغرا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون سرفا ولا نسرا ومن يذلل منكم نذكوا عدبا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعدكم لبعضنا فتنة نتسبرون وكان ربك بصيرا اشتركوا في القناة